هذا ليس سباق المارثون الرياضي بل الجري لمسافات طويلة قد تصل إلى أوساط البحر من أجل الحصول على كسرة خبزة يهرع الفلسطينيون لجمع فتات من المساعدات التي أسقطتها طائرات أردنية حلقت على ارتفاع منخفض شمال غزة وصل البعض منها فيما البعض الآخر تختطفها الرياح أصبح مئات الآلاف من السكان في غزة على حفة المجاعة نتيجة القصف الإسرائيلي والحصار والعدد القليل من شاحنات المساعدات التي يسمح لها بدخول القطع وألقى طائرات أردنية عشرات الطرود المظلية التي تحتوي على الأرز والطحين وحليب الأطفال وصلت البعض منها والبعض الآخر سقطت في البحر مقيمة المساعدات الإنسانية في وقت لا تزال قوات الاحتلال تقتل الآلاف يوميا سؤال يردده الفلسطينيون والمراقبون للشأن الفلسطيني وحرب الإبادة الدائرة في القطاع أمام فتات مساعدات لا تغني ولا تسمن من جوع إنزال جوي للمساعدات الإنسانية يعرض حياة الكثير للخطر لا يبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة بل فرق بين الإنزال وفتح المعابر الحدودية لإدخال الشاحنات المتكدسة منذ عدة أسابيع لماذا المنع برا والسماح جوا تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه شمال غزة تدهورا متزايدا في الوضع الإنساني مع تحضيرات تطلقها وكالات الإغاثة والملظمات الدولية من مأساة إنسانية ومجاعة كبيرة ومع سمرار القصف الإسرائيلي وتصاعد الاشتباكات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية يتزايد القلق بشأن تصاعد الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر